لا أجد الفوتوشوب ولا أجد إلستراتور ولا بوير بوانت ولا أي برنامج خاص بالدزاين وأريد إنشاء أول كتاب خاص بي في أمازون كيديبي هذا هو السؤال الذي يأتيني في العديد من التعليق وكذلك في الخاص اليوم إن شاء الله سوف أريكم طريقة سهلة جدا لتصميم غلاف خاص بكتابك في دقائق معدودة دون أن تكون لديك أي مهارة تتقنها لكن نصيحة لك أخي الكريم يجب عليك أن تخصص وقتا لهذه البرامج لتعلمها لأنك لن تستطيع المضي قدما في هذه المنصة إذن على بركة الله قبل البداية إن كانت هذه هي أول زيارة لك للقناة فلا تنسى الاشتراك والضغط على الجرس ليصلك جديد الفيديوهات الخاصة بنا أول بأول ولمن لم ينضم بعد إلى المجموعة فسأترك لكم رابط هذه المجموعة في وصف الفيديو فهي مجموعة خاصة بنا نطرح فيها مجموعة من التساؤلات ونجيب كذلك على المشاكل التي تواجه الأصدقاء إذن الآن سوف نبدأ على بركة الله إذن أول شيء نذهب إلى موقع كانفا نقوم بالتسجيل واختيار النسخة المجانية ثم بعدها سأريكم بعض الميزات موجودة في هذا الموقع فهناك العديد من الأقسام حسب تخصصك فإن كنت في لغزو سوسيو فيسبوك انستغرام يوتيوب أو هذه الموقع الاجتماعية الأخرى فما عليك إلى الدخول هنا ولدينا هنا إن أردت أن تنشئ اللوغو خاص بك أو بقناتك فأدخل هنا وهنا مجموعة كبيرة أخرى لا دعية لذكرها أتركك أن تكتشفها وحدك عند دخلك إلى البرنامج ما يهمنا الآن هو نريد هنا أن ننشئ ديزاين خاص بنا أو خاص بكتابنا نأتي هنا Create and Design هنا لدينا مجموعة من الاختيارات أخطار هذه الأولى فإن أنت اخترت نوتبوك فعليك اختيار القياس 6 في 9 إنش أما إن كنت تريد إنشاء كتاب Coloring Book فعليك اختيار 8.5 في 11 فهذه هي القياسات المفضلة بالنسبة لهذين الاختيارين إذن أولا هنا نختار PUS ثم نأتي هنا مثلا 8.5 في 11 إذن هذا هو قياس غلاف كتابنا نقوم بإنشاء الغلاف ثم لدينا هنا مجموعة من الاختيارات هنا بالنسبة لتحميل إن أنت أردت أن تحمل مثلا يعني أيقونة أو صورة كانت مخزنة لديك في الحاسوب هنا كذلك مجموعة من الصور يمكنك أن تختار هنا اسم خاص بالصورة وسوف تظهرك أشكال كثيرة مجانية وأخرى مدفوعة يجب عليك اختيار المجانية وهنا كذلك مجموعة من الأشكال الهندسية ما عليك إلا اختيار الشكل الهندسي الذي تريده وسوف تقوم باستعماله فإن لم تجد فضع الاسم هنا مثلا سأخطار قلب هنا سيضغر لك مجموعة من الاختيارات دائما ستجد الأشكال المتاحة أسفل منها غاتوي يعني مجانا وهنا الخطوط يمكنك اختيار أي خط أرده أو أي شكل فهذا البرنامج يمكنك استعماله دون أن تكون لديك مهارات عالية في الديزاين إذن ماذا سنقوم الآن بفعله نذهب إلى موديل ثم مثلا أخطار بوكس لتظهر لي لتظهر لي مجموعة كبيرة من الأغرفة الخاصة بالكتب وهي مجانية لكن أنا أفضل أن نقوم بالتعديل عليها قليلا فمثلا سوف نقوم باختيار هذا الغلاف إذن هذا هو الغلاف الخاص بنا فهذه الأشكال كلها يمكنك التعديل عليها إذن هذا غلاف خاص بكتابنا بضغطة زر قمنا بإنشائه لكن يجب أن ندخل عليه بعد التعديلات حتى لا يكون هناك تشابه مع الشخص الذي قام بتحميله قبلنا فمثلا هنا اختارنا Coloring Books ثم هذه الأيقونة نقوم بتغيير الألوان الخاصة بها فاللاحظ معي يعني كلما قمت بتغييرات كبيرة كلما كان أفضل هذه الكتابة لا أريدها أقوم بإزالتها بالكامل وكذلك هذا اللون لا أريده أريده لون آخر سأختار مثلا الأصفر إذن لاحظتم معي إخواني هذا كتاب قمنا بإنشائه بكل بساطة نقوم بإزالة مثلا هذا الشكل ونأتي إلى هذه الأشكال وأختار مثلا هذا هذا القلب قم بإضافة هذه الأيقونة كذلك أقوم بتغيير اللون حتى تظهر بشكل واضح إذن إخواني قمنا بإنشاء الكوفر الخاص بكتابنا بكل بساطة وبدون عناء وفي أقل من دقيقة ماذا علينا الآن أن نقوم به أولا نذهب هنا إخواني ثم نقوم بتحميل هذا الغلاف نحمله بهذه الصيغة لأننا لم نكمل إنشائنا لهذا الغلاف ثم نقوم بتحميل الغلاف والآن نأتي إلى هذا الموقع سوف أضع لكم جميع الروابط في وصف هذا الفيديو ثم نختار هنا Free Resource نقوم بالنزول هنا ونقوم باختيار القياس الذي قمنا باختياره سابقا عدد الصفحات ثم حساب هنا يظهر لنا هذه القياسات ما الهدف من هذا الموقع فنحن عند إنشاء الغلاف الخاص بنا سابقا قمنا بإنشاء الغلاف الأمامي فقط لكن القياس الخاص بالكتاب بكامله لم نقوم بإنشائه إذن الآن يجب أن نقوم بقياس الكتاب بكامله يعني قياس الغلاف الأمامي زائد الغلاف الخلفي زائد عدد الصفحات وهذا الموقع هو الذي يتكفل بهذه المأمورية فعند إدخال هذه المعلومات لدينا هنا الحساب نقوم بنسخ هذا القياس ثم نعود إلى إنشاء ديزاين جديد دائما نختار بوس ثم نضع هنا القياس نعود إلى موقعنا ونختار من جديد الطول فالطول لا يتغير إذن نضع الطول هنا هنا يظهر لنا القياس الحقيقي للكتاب بكامله نحاول إختيار اللون أصفر مثلا حتى يظهر لنا بكل أضوح ثم الآن ماذا ينقصنا عند محاولتنا لإنشاء الديزاين في هذه الصبحة بكاملها فلا نستطيع أن نحدد الغلاف الأمامي والغلاف الخلفي إذن ماذا سنفعل سنقوم بالذهاب إلى هذا الموقع ونقوم باختيار القياس الخاص بنا من هنا 8.5 في 11 ثم عدد الصفحات كذلك 120 ثم اللون أبيض وأسود ثم نقوم بتحميل هذه التومبليت أنا قمت بتحميلها سابقا بهذا الشكل وقمت بتفريغ محتوى هذا المجلد هنا إذن هذه الصيغة PNG التي سوف نستعملها لكن ملاحظة إخواني فهي تأتي بحجم كبير جدا 30 ميجا فما فوق لذلك يجب عليكم الذهاب هكذا إليها ومحاولة فتحها عن طريق البانت بمجرد فتحها نقوم من جديد بإعادة الاحتفاظ بها لكن هذه المرة باسم آخر عند العودة إلى هذه التومبليت التي قمنا بالتعديل عليها وجدنا بأن قياسها لا يتعدل أميجا يعني ميجا واحدة إذن هذا القياس سوف نقوم بتحميله في Canva نعود الآن إلى الديزاين الخاص بنا الذي قمنا بإنشائه ثم نأتي من هنا ثم تحميل تومبليت نختار هذه الأخيرة وستظهر لنا بهذا الشكل نحاول ضبطها مع القياس الرئيسي ونأتي من هنا ونخفض حدتها يظهر لنا الغلاف إذن هذا هو الغلاف الأمامي وهذا الغلاف الخلفي نأتي الآن ونقوم بتحميل الدزاين الذي قمنا بإنشائه سابقا هو هذا ونضغط عليه بهذا الشكل والآن انتبهوا معي إخواني سوف أقوم بزوم حتى يظهر لكم مكان الذي يجب أن نضع عليه الغلاف يجب أن يكون فوق الخطوط المتقطعة ثم نعود وبهذا الشكل كذلك إذن هذا هو الشكل الذي أردناه يجب أن لا يتعدى الخطوط المتقطعة نعم هكذا ثم نعود ثم أذهب إلى هذه الاختيارات وأخطر بعض الأشكال إما شكل واحد أو أشكال أخرى لأضعها خلف الكتاب بهذا الشكل فأنا أريكم الطريقة ولكم هنا مجموعة كبيرة من الأشكال اختاروا التي تبدو لكم مناسبة للشكل الخارجي للكتاب ولمحتوى الكتاب فمحتوى الكتاب هو الذي يعطيني الأشياء التي يجب عليها أن أضعها خارج الكتاب فمثلا نحن هنا فالنظر الأولى تظهر لنا بأن هذا الكولورين بوكس خاص بالفتيات إذن محتوى يجب أن يكون محتوى خاص بالفتيات ثم أقوم هنا بالضغط على هذا الغلاف بهذا الشكل ثم سبريمي إذن هذا هو الغلاف النهائي لكتابنا والآن ماذا سنفعل؟ سندب هنا ونقوم بتحميله بهذه الصيغة PDF ثم تلي شارجي إذن ها هو كتابنا قد حمل بكل سهولة نقوم بالدخول إليه بالتأكد هل بأخطاء أو شيء من هذا القبيل إذن هذا هو الشكل إذن كنت على صواب فلقد قمت بنسيان حرف هنا فهو بوكس وليس بوص فلم أنتبه لأنني أقوم بالشرح وفي نفس الوقت بالتصميم فلم أنتبه إلى هذا الخطأ البديهي لذلك إخواني ركزوا فدائما عند بداية العمل حاولوا أن تختلوا بأنفسكم وأبعدوا عنكم الهاتف حتى يكون تركيزكم كلهم منصب على التصميم لأن هذا التصميم هو الذي يعطي لكتابنا قيمة ويجلب المشتري لذلك إخواني كان هذا هو الغلاف الذي أنشأناها اليوم الآن ما عليك إلا إنشاء المحتوى الداخلي وقم برفع الكتاب في المنصة بهذه الصيغة PDF بكل سهولة إذن إخواني كان هذا هو درس اليوم بسيط جدا للمبتدئين إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بجام ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لتصلك فيديوهاتنا أول بأول وادمتم في رعاية الله إخواني